في قلب البلدة القديمة في بيت لحم وعلى بعد خطوات من كنيسة المهد يقع متحف بيتنا التلحمي الذي تأسس عام 1971 من قبل جمعية اتحاد النساء في المدينة حيث يروي هذا المتحف قصة التاريخ الشعبي والتراثي لهذه البلدة العريقة وتشتمل محتوياته على ادوات فلكلورية وصناعات تقليدية ومطرزات ووثائق وصور قديمة نورسا دارت المتحف وعدت التقرير التالي على مقربة من كنيسة المهد في بيت لحم يقع المتحف بيتنا التلحمي وهو تابع للاتحاد النسائي العربي في مدينة السلام ويعد على رأس قائمة الأماكن التي يقصدها الزائرون عند مجيئهم للمدينة وكان لنورسا تلقاء خاص مع مديرة المتحف السيدة هيلان سمعان لتحدثنا عن هذا المكان المميز المتحف عبارة عن بيت قديم مفروش على الطريقة القديمة التي كانت مستعملة في القرن الخامس عشر وما بعد فالنوم على الأرض والطريقة الطبيق القديمة اللي على الفحم إحنا موجودين في مبنى بيتنا التلحمي الغرفة الأولى فيها صور لعمارات قديمة وبعض العائلات القديمة الصور طبعا اتخذت في أوائل القرن العشرين ولكن العمرات طبعا أقدم من هيك كتير فهون في إنا صورتين لعائلتين مختلفات أخذت في سنة يحتوي هذا المتحف على مجموعة مختارة من التراث الثقافي الفلسطيني وهو مبنى من الطراز القديم ويحوي مقتنيات وأثاثا وتحفا وصورا وأدوات منزلية قديمة وأثوابا وبالدرجة الأولى يعكس نمط الحياة والعيش في بيت لحم بين الأعوام ألف وتسعمائة وألف وتسعمائة واثنين وثلاثين يقصده الزائرون للتمتع بحياة العيش والمعيشة من قبل قرن والتي تعكس البساطة أنذاك هون التوب المرأة التلحمية مطرز على السدر بغرزة الفلاحي المرأة كانت تلبس شطوة عالية ولما تلبسها كانت دائماً وطاية بغطاء أبيض الكمام ردن طويلة ومتلتة هون عنا طائمة لعبة طائية اللعبة مثل طائية المرأة مزينة بقطع عملة فضية أو نحاسية أو ذهبية مرات الصورة لمجموعة من النساء اللي من بيت لحم كانوا يجتمعوا سنة 1919 اتخذت الصورة كانوا النساء يجتمعوا مرة بالأسبوع يصلوا ويجمعوا صدقة للعائلات المحتاجة هذا مقعد أرضي لأنه كانوا المقاعد قريبة من الأرض بس فرشة على الأرض وقدامهم كانون النار عبارة عن فحم والأرقيلة طبعاً والمهباش لدق القهوة هون عنا مجموعة من الأواني النحاسية الصغيرة في الزاوية عند طحونة الأهوة والباقي عبارة عن أبريء أهوة أو شاي وبالرغم من أن هذا المتحف يدار كمتحف أثري إلا أنه يخدم شريحة من النساء اللواتي عملنا في مجال المترزات والذي خصص قسم من هذا المبنى لعرض هذه المنتجات اليدوية وذلك للاستفادة من المردودات وتحسين الدخل هذا القسم إحنا عنا مركز تطريز للغرزة الفلاحي معظم تطريزنا مأخوذ من توابت فلسطينية قديمة وبنعيد ترتيبها بأشكال مختلفة هون عاملين قطع على الخوري البطرشين اللي بحطها الخوري على كتافه لكن عنا برضو قطع مفارش أنواع مختلفة وألوان مختلفة من المفارش معظمها منؤولة من ملابس فلسطينية قديمة ويعد المتحف من المباني القديمة المتبقية في المدينة والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على ما تبقى من مقتنيات أثرية تعود لأوائل القرن الماضي إحنا في الاتحاد النسائي العربي في بيت لحم شفنا أنه كل الأغراض اللي كانت مستعملة قديم الناس ما بوسعش بيتها ترجع تحطها وبطلوا يستعملوها فله السبب جمعناها وحطناها في بيتنا التلحمة القديم فبعت إدقنا أنه كل مدينة وكل قرية في فلسطين فيها أشياء قديمة والناس بما أنه بطلوا يستعملوها عمال بهملوها فكلها بتروح للكبب لهالسبب الأفضل أنه الجمعيات تجمعها وتحتفظ فيها لمستقبل الأجيال القادمة نحب كتير أنه زوار كنيسة المهد كمان بالإضافة للأماكن المقدسة أنه يزوروا متحفنا ويزوروا يشوفوا التطريز اللي عنا ومنه هما بينبسطوا بالفرجة على هذه الأشياء ومنه إحنا كمان منتعرف عليهم فأهلا وسهلا بكل الوفود اللي بتزور بيت لحم بتزور كنيسة المهد شكرنا للنورسات اللي دايما بتفرجينا كصلوات مختلفة ومننبسط إنه نشوفها خصوصا في أوقات البرد الشديد اللي بنقدرش نروح على الكنيسة فمننبسط بالأدديس اللي بعرضوها ومنشكرهم على كل شي بعملوه وشكر خاص بما إنهم أجوا وصوروا عنا بيتنا التلحم للنورسات مارلين الحدوى من متحف بيتنا التلحمي بيت لحم